اشتركوا في القناة المرتبة المتدنية من بين الدول الخمسة الأكثر سوءا في العالم يعني أكثر جوازات الدول سوءا في العالم في آخر إحصائية كان يرتل المرتبة 110 من بين أسوأ الدول قضية كبيرة جدا حقيقة وهذا يدل على طبيعة البلد طبعا هذا الجواز يدل على شكل النظام شكل النهضة شكل الحضارة شكل التقدم شكل الحياة النهوض بالحياة شكل الناس المرتاحين في هذا البلد وبالتالي كل جوازات الدول تدل على طبيعة هذا البلد على نظام السياسي على نظام الاقتصادي نظام الاجتماعي لذلك هذا الجواز العراقي يدل بشكل واضح على طبيعة ما يجري في العراق يعني يعبر عن طبيعة ما يجري في العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وضع مزري جدا جدا في ذلك الجواز العراقي جواز منبوذ في أي مطار من مطارات الدنيا يعاملونه معاملة سيئة للعراقي بسبب هذا جوازه عندما يبرز جوازه مصيبة عليه أن يتحمل وكأنه يعني أخرج الطاعون من جيبة مو جواز مباشرة يعزل والجوازات الأخرى تدخل والناس تذهب وساعات يقضيها وهو يعني يتحسر لأنه يحمل هذا الجواز أموما رغم هذا الجواز السيء هؤلاء الطبقة هذه الطبقة السياسية والطبقة الطبقة الطفيلية التي تعيش على هذه الطبقة السياسية والتي ترعرع في دائرتها وتعيش عليها في هذا المستنقع الكبير يسمى العملية السياسية ليس لها علاقة بهذا الجواز أنا لا أتحدث عن الذين يحملون الجوازات أجنبية غالب يتمون عندهم جوازات أجنبية لكن يعني وجدوا طريقة أخرى حتى يقال أنهم عراقيين هو الجواز اللي بلوماسي آخر أحصائي الوزارة الداخلية العراقية الحالية تحدث أنه مرحة بس من بين شهر تشين أول 2021 إلى تشين أول 2022 يعني من الشهر العاشرة 2021 إلى الشهر العاشرة 2022 أربعة تلاف إلى أربعة تلاف ومائتين جواز دبلوماسي الله أكبر نحن لقد عدنا دبلوماسيين فقط هذه السنة فقط فقط هذه السنة العشر تشهر يعني السنة هذه فقط من عشر تشهر من شهر العاشرة لشهر العاشرة سنة فقط هذه السنة اللي هي من واحد عشر إلى اثنين وعشرين منحت أربعة تلاف ومائتين جواز دبلوماسي فأنت تسأل وأنا أسأل من يحمل هذه الجوازات الدبلوماسية وصار أن من عام 2003 لحد الآن يصدرون الجوازات الدبلوماسية الآن عدد الجوازات الدبلوماسية إذا ما ضربناها بعشرة في 42 ألف جواز إذا ما ضربناها في حوالي 100 ألف جواز دبلوماسي الله أكبر هذه بالحد الأدنى 100 ألف جواز دبلوماسي موجودة الآن بالحد الأدنى أنا أتحدث طبعا من المشمولين ذو للنواب السابقين من أول مجلس للنواب لحد الآن الوزراء السابقين من أول مجلس وزراء من مجلس الحكم لحد الآن والكل موظفين على مدرع عامين على مصائب يوتيوبرية أو عارضات أزياء أو يتحدثون هذه واحد يتحدث أنه من النواب اللي كانوا بالمجلس يقول أحدهم عند محل مال بردات مال ستائر يحمل جواز سفر دبلوماسي أخرى واحدة من رئيسة رئيسة كتلة في مجلس النواب تتحدث تقول عارضات أزياء وبنات مشهورات على التيك توك لديهم جوازات سفر دبلوماسية هذه جعلت الدول تنظر إلى هذه القضية يعني في مطارات كل الدول هناك موظفين للجوازات يختمون الجوازات عندما يشاهدون هذه الجوازات الدبلوماسية place العراقية بهذه الأعداد وصلت قناعات كثير من الدول أنه هذه الجوازات الدبلوماسية لا تساوين شيئا والبعض منهم اتخذ قرار كما يتعامل مع الجواز العراق العادي والبعض منهم يدرس الأمر لكي يتعامل معناهم كمعاملة جواز العادي وبالتالي لا يحترمان هذه الجوازات لاحظ كانت هذه الجوازات وهذا ما لا علاقة لبنظام سابق ولا جمهوري ولا ملكي ولا دفاع على أحد ولا محسنون هذا الا علاقة بتصرف سيء وتصرف صحيح تصرف خطأ وتصرف صح الا علاقة فساد ولا فساد هذه الجوازات السفر الدبلوماسية باب جديد للفساد والخراب المهم كان كان اللي يحملون الجواز الدبلوماسي فقط اللي هم فعلا دبلوماسي فعلا هم لهم شأنهم في المجتمع لذلك عدته قليل وعندما يذهب هذا اللي يحمل هذا الجواز الدبلوماسي في أي مطار يحترمونه ويقفون له إجلاله وإعترامه لأنه يعرفون هذا إلى قيمته في دولته وإلى مركزه وإلى مكانته الآن بهذا الشكل هو جواز العراق يحتل المرتبة 110 من بين الدول من أسوأ الدول بالجوازات وراء فقط يمكن أفغانستان وماعرف منه واليمن ما يبدو بهذه الدول هذه الأسوأ من عنده وهذا هو أسوأ جواز إذا ما اعتبرنا هذه الدول وبالتالي الجوازات تصدر بهذا الشكل يعني بحسابات بسيطة مثل ما قلنا أقل شيء أقل شيء أقل شيء بالحد الأدنى أكثر من مئة ألف جواز دبلوماسي بصدر العراق هذه المئة ألف جوازها عندما تدخل في مطارات وعندما تدخل على مكاتب للتأشيرات يستغربون ما هذا لأنهم يعرفون أنه هذا من يمنح هذا الجواز الدبلوماسي أعداد قليلة يعني أعداد قليلة جدا جدا إذا تجاوزت الألفين وهذا عدد كبير أما تتجاوز المئة ألف ومئتين ألف آه كارثة كبيرة كلهم يحملون يعني كل تحمل جوازات دبلوماسية لكي يسهل لهم الدخول أما المواطن العادي فعليه أن يتحمل سيئات الجواز العراقي عليها أن يتحمل سيئات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق اللي مو سببي سببي هم ذول السياسيين الذين يحملون الجوازات الدبلوماسية ويدخلون بشكل مرحب بهم ومحترم لكن المواطن العراقي يتحمل ذنوبهم لذلك كنا نقول ونقول دائما أن كل الأزمات التي تخلقت طبقة السياسية ترمى بحضن الشعب والشعب عليها أن يتحمل يتحمل كوارثها وتحمل تبعاتها وتداعياتها هذا والله هذا الجزء من عنده العراقي يتحمل تداعيات سوء الجواز سوء تصرفات هؤلاء لكن هم يحملون جوازات الدبلوماسية ودخلون بالطريقة المرحب بهم ومحترمين ودخلوا من قاعات أنيقة ومعطرة لكن المواطن العراقي يقف ساعات لكيدخلوا هو جاي لو ديتعالج لو ما عرفه لو ديتعالج شوف أولده شوف بناته شوف أهله شوف أمه شوف أخته في بلد آخر في الغربة لأن العراقيين صار في بلدان الشتاء مع الأسف ويحملون هذا الجواز العراقي المصيبة والحصول عليه المصيبة وبالتالي بهذا الشكل يتصرفون مع وثيقة يفترض أن الدولة تحترم قبل كل شيء أن هناك قوانين موضوعة لإحترام هذه الوثيقة لكن لم يبقى شيء محترم في العراق يريدون هو أن يحترم بالقوانين القوانين يتجاوزون عليها وحتى الدستور اللي كتبوه هم هم يتجاوزون أحده وتحدثنا عنه كثيرا وبالتالي هذه طبيعة جوازات السفر الدبلوماسية وطبيعة المواطن العراقي الذي يحمل جواز السفر العادي وكيف يعامل وما قيمة هذه الجوازات الدبلوماسية ولمن تعطي وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم بخير إن شاء الله في حلقتنا أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم